بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة في الجزء الثامن من الشابتر الثاني في بيلتون تربين في هذا الجزء هنتكلم على the power developed by بيلتون تربين أو how to calculate the power developed by بيلتون تربين إزاي نحسب الباور اللي يتم إنتاجها من تربينة بيلتون علشان نقدر نحسب الباور developed من بيلتون تربين هنحتاج نستخدم قانون بيقول إن المجموعة القوة التي تؤثر على مائع متحرك بتساوي rate of change of momentum مبدئيا يعني إيه مومنتم المومنتم المقصود بيها الكمية التحرك اللي هي كتلة الجسم المتحرك في سرعته m في v لما قولي change of momentum يعني تغير كمية التحرك معلاها كتلة الجسم في سرعته بعد الحركة نقص كتلة الجسم في سرعته قبل التغير يعني بالنسبة لحالتنا المقصود هنا كتلة الماء في سرعتها عند خروجها من البوكت نقص كتلة المائع في سرعته قبل دخوله للبوكت طب لما نقول rate معناه معدل التغير أي معدل مع الزمن التغير مع الزمن في الحالة دي ال-m هتبقى m-dot يعني mass per unit time mass flow rate يبقى في الحالة دي لو حبيت أحسب القوة المؤثرة على المائع أثناء حركته على البوكت هنستخدم m-dot في v2 مينس m-dot في v1 هنا هنتوقف عند قيمة v2 و v1 في هذا القانون انتوا عارفين طبعا لما بنرسم المسلس السرعات في الدخول أو في الخروج في الدخول بنجد إن v1 واخدة جاية بشكل عمودي على البوكت وبالتالي مفيش أي مشكلة معاها أما في الخروج v2 بنجد إنها واخدة ميل مع اتجاه العمودي على البوكت ولذلك في هذا القانون v2 المقصودة هنا هي المركبة العمودية على البوكت وهي v2 وليس v2 يبقى القانون في هذه الحالة هيبقى m-dot في v2 v2-m-dot في v1 اللي هي v1 نفسها طيب هنجد في مشكلة أخرى أو في نقطة أخرى لازم ناخدها في اعتبارنا وهو اتجاه v2 اتجاه v2 هنلاقيها عكس الاتجاه عكس اتجاه حركة البوكت وبالتالي هيظهر عندنا هنا سالب في هذا القانون طيب القيمة اللي احنا حسبناها في هذا القانون بتقول ان دي الفرص الواقعة على المائع وليس على البوكت طب انا عايز احسب الفرصة الواقعة على البوكت يبقى طبعا لكل فعل رد فعل ولذلك قيمة الفرصة الواقعة على البوكت كأننا ضربنا في اشارة سالبة يبقى كأن القانون هيبقى مضط في v1 بلس مضط في v2 يعني انا ممكن اكتب القانون بهذا الشكل اللي هو الفرصة هتساوي مضط في v1 بلس مضط مضط مشترك طبعا في v2 طب ليه ظهر عندنا هنا موجب او سالب ليه ظهر اشارة ممكن تبقى موجبة وممكن تبقى سالبة لان ده يرتبط به سرعة البوكت نفسه يعني لو كان بنتكلم مع اللو سبيد فv2 عكس الاتجاه ولذلك الاشارة هتبقى سالبة في القانون تكون موجبة اما لو كان البوكت هاي سبيد فساعتها v2 هتبقى موجبة الاتجاه لانها متحركة مع البوكت وفي نفس الوقت هتكون في القانون سالبة يبقى القانون نقدر نكتبه موجب او سالب طبعا اثناء الاستنتاج هنستخدم شكل واحد فقط ومن هذا الشكل يعني اللي هيسري عليه يسري على الشكل الثاني طيب يبقى انا عندي دلوقتي الفورس بتساوي m ضط في v1 plus or minus v2 لو احنا رسمنا الفلسطي دياجرام في الدخول اقدر استنتج منه ان v1 هي v1 نفسها واقدر كمان استنتج منه ان vr1 بتساوي v1-u هنسمي المعادلة دي رقم اتنين طيب vr2 ايه علاقتها بال vr1 لو احنا فرضنا ان دي ideal case او بمعنى اخر ما فيش اي احتكاك على سطح البوكت يعني اللي احتكاك بصف ساعتها vr2 هتبقى بتساوي vr1 بالظبط ما فيش اي تغير في relative velocity بين الدخول والخروج لكن في الحقيقة بيبقى فيه friction ولذلك vr2 علشان نكتبها هتساوي ثابت اسمه k بيسمى blade friction coefficient مضروب في vr1 لو رحنا لمسلس السرعات في الخروج هنقدر نحط اللي هو اتفقنا هناخد شكل واحد منهم وليكن اللوز بيت هنقدر نقول ان vr v2 ممكن استنتجها كالقاتي هي عبارة عن vr2 كوزين بيتا كوزين بيتا يبقى اعطاني الطول دا كله ما تروح منه اليو يبقى في الحالة دي هي v2 يبقى القانون بتاعي من المسلس اقدر اقول ان v2 هتساوي vr2 كوزين بيتا 2 ما تروح منها اليو وزي ما اتفقنا ان vr2 اقدر استبدلها بk في vr1 يبقى والمعادلة رقم 3 وعوضنا فيه المعادلة رقم 1 اللي هي بتقول ان الفرص هتساوي مدوت في v2 v1 plus or minus v2 هنصل لي الشكل دا ان الامدوت الفرص هتساوي مدوت في v1 بلس k في v1 ناقس u كوزين بيتا 2 ناقس u طيب لو احنا اخدنا من هذه المعادلة ال v1 ناقس u مشترك هيتبقى لنا v1 او هيبقى شكلها v1 ناقس u في 1 زائد كوزين بيتا 2 الامدوت نقدر نكتبها عبارة عن رو في كيو حيث ان الكيو دي هي الفوليوم في لوريت متر مكعب في الثانية والرو هي الكيلو جرام على المتر المكعب في هذه الحالة نقدر نستبدل الامدوت برو في كيو ولو حبينا نحسب الباور فالباور بتساوي الفورس في الفلسطي بتاع البوكت يبقى القانون النهائي او الباور developed باي بيلتون تربين يمكن كتابتها بهذه الصيغة اللي هي باور بتساوي رو في كيو في يو في في ون نا اس يو في واحد زائد كي كوزين بيتا وهذا القانون يمكن استخدامه في حساب الهيدروليك باور او الديفيلوب باور من بيلتون تربين موسيقى